اشتركوا في القناة كما اننا بحاجة الى تكريس المواطنة في هذا البلد الكريم ليشعر الجميع على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والقومية والدينية والسياسية يشعرون انهم ابناء لهذا الوطن متساوون في الحقوق والواجبات من دون تمييز ونحتاج الى اتمام المصالح الوطنية لان السياسات الجاهلة وما تلاها من سياسات الارهاب قد زرعت او دقت اسفينا او كادت ان تدق هذا الاسفين بين مكونات الشعب العراقي قوميا وطائفيا ولذلك يبقى مفهوم المصالح الوطنية كما قلنا عنه سابقا هو قارب نجات لكي ننهي كل الحساسيات وكل الخصومات المصطنعة التي لا اصل لها بين ابناء شعب واحد يتكافؤون بالحقوق والواجبات ثم المبدأ الثالث الذي ينتظرنا هو تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية التي نلتزم فيها بالواجبات ونأخذ من خلالها الحقوق المشروعة لكل منا في اطار تحقيق المصلحة الوطنية العليا المسائل الاساسية في تقديرنا في تقدير العراقية هي ان نعرف معنى الشراكة الوطنية الحقيقية الشراكة المتساوية الشراكة المتوازنة التي تحقق لكل عراقي عراقه في هذا العراق الكبير وانطلاقا من مبادئ الشراكة ايضا يجب ان نعتمد المحور الثاني في حوارنا وهو موضوع الصلاحيات وان تكون هذه الصلاحيات موزعة ومتساوية وضامنة وتكون هناك الجهات الرقابية من خلال مؤسسات الحكم على ما يجري في العراق وتكون مضافة لدور فاعل للمجلس النيابي